تعد مصر واحدة من اكبر منتج الطمور في العالم وتتزين اسواق اسوان هذا العام لاستقبال شهر رمضان الكريم بانواع الطمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة وتحظى محافظة اسوان بوجود ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف نخلة على اراضيها في ظل حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها الدولة الطمور واحدة من اهم المحاصيل الزراعية الاقتصادية في مصر حيث تعتبر مصر واحدة من اكبر منتج الطمور في العالم وتم توتين صناعة الطمور في مصر منذ عدة عقود وتعد هذه الصناعة احد القطاعات الزراعية الرئيسية في البلاد اسواق اسوان تزينت هذا العام لاستقبال شهر رمضان الكريم بانواع الطمور المختلفة التي تشتهر بها المحافظة ويحرس التجار على تحميل اطنان الطمور لمحافظاتهم ولعل من اشهر هذه الانواع الملكاب والبرتمودة والقنديلة والساكوتي والشامية والعينات وغيرها طبعا جميع انواع البلع في انواع بلع لبن في انواع بلع بتتحطف المية في انواع بلع بتتحطف اليميش كل بلع عليها سعر يعني سكوتي وبرتمودة وملكابي وجنديلة وشمية وابريمي كل حاجة متاحة ان شاء الله والاسعر برضو حلوة كله بياخذ منيها بلع هو الملكاب ده حلوة الخشاف السكرة عالي وفيه طراء شوية وفيه عندك برتمودة ده برضو كافيه سنتين اللحم شوية وفيه السكوتي برضو كافيه نسبة سكر شوية وتحظى محافظة اسوان بوجود سلاسة ملايين وسلاسمائة الف نخلة على اراضيها ويتوافق هذا مع حركة المشروعات الحديثة العملاقة التي تنفذها مصر حاليا في اطار التوجيهات الرئاسية التي تتضمن انشاء اكبر مزرعة ناخيل في العالم تضم مليونين وخمسة مائة الف نخلة بمنطقتين تشكا والعوينات اضافة الى ان مصر تمتلك امكانيات تنافسية كبيرة في مجال انتاج وتصدير التمور ما عندنا نواع كثير من البلح زي البرتمودة سكوتي ملكابي عينات وتروح الاسعار من خمسين لغاية مئة وعشرين كل بلحة ولها نوحة وسعرها وعندها طبعا الحمد لله مشهرين من البلح جدا هنا في أسوان احنا طبعا في الشهر الكريم بنيجي دايما نشتري البلح هنا من اجود اجمل البلح وطبعا البلح كل سنفطيبين ده في رمضان احنا بنعافل لبن وبنبلغ المياه وهو اللي بنفطر بي وهو الفطار بتاعنا اللي هو سن عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتحرس الدولة على النهود بقطاع التمور باعتباره من القطاعات الواعدة التي توفر فرص العمل وتعمل على زيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية المنشودة